مساء الفل، حنلف معاكم وطاعم مصر كلها والنهاردة إحنا في أسر الأكابر مكان من أجمد الأماكن اللي بتعمل مشويات وتواجن حتدوق وبقى معنا أحلى أكل النهاردة أنا لازم أوريكم المكان ده فين؟ المكان وإنتوا جايين كده من سيدي جابر في وش نادي الدباط هو هنا أسر الأكابر زي ما أنت شايفين وليه بوابة تانية كمان لو إنت جاي من على البحر من ناحة تانية في وش شارع المشير وكمان في باركينج لو إنت جاي من شارع المشير هتبقى في آخر شارع المشير على طول هتلاقي في وشك على طول أسر الأكابر والميزة إنه لي باركينج خاص لوحده تعالوا بقى نشوف بقى المكان من جوة عامل إزاي أحلى حاجة بقى في المكان إنه هو كده كل الديكوريشنز اللي فيه رويال من الكراسي من التابلوهات كل حاجة بجد مختلفة تحسك إن أنت في عصر تاني قعدنا بقى وقعدنا نفكر شوية نطلب إيه طلبنا شوية حاجات مختلفة عن العادي علشان إحنا عايزين نوريكو أكتر حاجات هم مميزين فيها طبعا الاستقبال بتاعهم كان جميل جدا والسيرفز والناس اللي موجودة كلها بيتعامل معاك بطريقة حلوة قوي قوي أظن شكل الأكل يفرح قوي عندهم شوية حاجات كده دلعة دلعة زي ما بيتقال مفيش أجمل ولا أحلى من المنظر اللي انتوا شايفينه ده كانت أول حاجة بتريد بيها قررت إن أنا أشرب شربة كوارع بجد من الحاجات المميزة اللي بنصحكو لو روحتوا هناك لازم تجربوا وأنا طبعا بحب شربة لسان العسفور جدا فطبعا طلبتها وكانت عامها حلو جدا وطوزة وفضيعة طبعا الميزة إن هم بيعملوا العيش بتاعهم في الفرن عندهم يعني أنت بتاكل عيش طوزة لسه معمول دلوقتي وطبعا طالما عيش وقدامنا طاجن الملوخية يبقى أول حاجة هنعملها مع بعض هي ودن القطة يلا بقى خش بقى في طاجن الملوخية اللي شكله يفرح القلب ده وندوق كده مع بعض لا 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 بجد من الحاجات المميزة عندهم قوي الملوخية طعمها بجد حلوة قوي 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 وأنا طبعا الملوخية عندي بموت فيها وطبعا الملوخية بتاعتهم أنا أديها عشرة من عشرة جد كانت فضيعة تعالوا بقى ندخل على طبق المحاشي طبعا إنتوا عارفين إن أنا أدي إيه بعشق المحاشي وطبعا أكتر حاجة أنا بحبها هي ورق العنب وورق العنب بالنسبة لي مش أي مكان طبعا بيعمله حلو فالورق العنب بتاعهم كان فضيعة وكان طعم موايز بالنسبة لي نيجي هنا بقى للمنبار طبعا المنبار إحنا عارفين إن سعيد بيحبه جدا فقلت لازم هو اللي يقول رأيه فيه بجدم الحاجات اللي عجبتني قوي 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 وطلع حلو كده وفيه سنة أرمشة كده جميلة والرز بتاعهم استوي قوي وطبعا أنا برضو بحبه بلتمية كده ما عرفش دي حاجة الناس بتحبها أو لا بس هو بجد كان طحفة 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 ومميز قوي 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 بجد كان طعمه فضيعة 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 وكان كده مقارمش كده وكل حاجة فيه كانت مصبوطة طبعا أنا بحب محشي البتنجان قوي يعني كل الناس عارفة عني كده فكان لازم أدقه برضو عشان أقول لكم رأيه فيه بجد من الحاجات اللي عجبتني أوي ومميز برضو عندهم ومش أي حد بيعمل الحاجات دي بسهولة وهنا بقى كنا عادين كده قلنا نجرب شوية السلطات برضو عشان نقول لكم رأينا فيهم إيه سلطة البنجر جميلة جدا وكمان معاها سلطة التحينة فيه مجموعة من السلطات حلوة جدا دي أول حاجة بتتقدملك أول ما بتوعد على طول السلطات كلها الصروحة كانت فضيع أي وكمل كان فيه سلطة بابا غنوب وهنا بقى نيجي بقى لسلطة الطماطم بتاعتهم كده كان هم بتدبلينها كده بتدبيلة مميزة بس بجد كان طعمها فضيع يلا بينا بقى على أهم حاجة النهاردة أهم حاجة النهاردة وهي الكابسة اللي بالموزة الدونية بصوا يا جماعة أنا يا دوبك مساكت العطمة كده الموزة زي ما انتم شايفين كده كلها نزلت بجد كانت مستوية جدا وكانت زبدة يعني في حتة تانية خالص 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 حاولت كده أتعامل معها الأول بالشوكة والسكينة بس هتشوفوا المفاجأة كمان شوية أنا عملت فيها ايه بجد من الحاجات المميزة جدا 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 عندهم لأن هي بتطلع مستوية كده وزبدة وطعمها حلو وهي لحمة بلدي 100% ودوني وطعمها الجنة قلت بقى أن أنا ابتدي كده بالرز الرز بتاعهم بقى بسمتي كده كان فيه زبيب أنا صراحة بحب الرز جدا وعجبني أوي 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 وكمان كده كان نازل فيه صوص اللحمة فكان فاضيع نيجي بقى هنا كمان للحمة الدوني أنا بقى مريش الصراحة قوي في الموزة الدوني بس الغريبة أن طعمها عجبني لأنها كمان كانت مستوية وزبدة مش قلتلكم مش حقدر أقاوم نزلت بأدية كده ومسكت الموزة لا يا جماعة الموضوع في حتة تانية خلص وهنا كنا بدأنا بقى نتعارك مع بعض ونشدها من بعض وفاطمة الغريب يعني جدا أن هي تتشد اللحمة دوني وبصوا بقى بدأت تاكلها ازاي لا الصراحة بجد طعمها كان فاضيع بالنسبة لي تعالوا بقى وريكوا بقى هنا الصوص بتاع اللحمة لما نزل جوه الرز بقى عمل ازاي يعني بصراحة كان موضيف حتة تانية خلص وهنا بقى كانت المفاجأة اللي فاطمة طلبتها وده عبارة عن اسمه طاجن اسمه طاجن رستو يا ترى جوه ايه تعالوا بقى وريكوا طاجن رستو ده عبارة عن ايه هو عبارة عن قطع لحمة وتحتيها بطاطس قطع اللحمة بقى بتاعتهم بقى ما قولكمش عليها بجد كانت خطيرة 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 بصوا واحل حاجة بقى فيها ان هي كانت مليانة لحمة وغرقانة بالبطاطس وصوص اللحمة نازل على البطاطس فكانت عامين ميكس فاضية بتقدروا تقيموا المكان فعلا ان اللحمة بتاعته حلوة لا بجد لان اللحمة هنا بلدي مية في المية فدي حاجة مميزة جدا ودي كانت نتيجة بعد ما خلصنا اكل اكيد انتو اكيد حسيتو قدي احنا كنا مبسوطين بجد المكان من الاماكن المميزة قوي اصر الاكابر بجد للأكابر اي حد هناك حيروح حيتبسط وبصوا النتيجة عاملة ازاي مكان حلو قوي سيرفوس حلو طعم الاكل يجنن اكلت في اماكن مشويات كتير بس الموضوع المرة دي مختلف تماما بجد المكان كان فضيع والفايبس بتاعته حلوة قوي والاكل كمان كان نازل حلو جدا وكمان في نفس الوقت كان نازل سخن ونزل بسرعة والسيرفوس طحفة والسطاف فريندلي جدا جدا وتاجن الرسطو ده من الحاجات المميزة عندهم قوي 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 باي باي موسيقى